أعزائي المشاهدين في كل مكان برحب بيكم النهاردة بفيديو جديد معي عن توقعات الأبراج أنا مريم لو عجبكم الفيديو ما تنسوش تدعموني باللايك ولو لسه ما اشتركتوش انتو مستنين ايه اضغطوا على الاشتراك وفعلوا زر الجرس عشان يوصلكم كل فيديو جديد معي أنا بكبر بيكم ومعيكم توقعات برج الدلو الجمعة 10 ستنبر أيلول 2021 سوف تكون مفتونا بالطبيعة الخارقة في هذا الوقت سترغب في متعبعة الأمر الغامض اليوم ومن المحتمل أن تشاهد فيلما غامضا أو تقرأ رواية غامضة قد تقرر أيضا اكتشاف الحقيقة وراء الغموض أو محاولة اكتشاف المزيد عن شخص أو موقف يجب عليك توخي درجة من الحذر في مساعيك عطفيا التاقة الاجتماعية عالية ولذا قد تجد نفسك تقابل أشخاصا مع شريكك الرتابة ليست فقط من كوب الشاي الخاص بك جرب شيئا جديدا لأن الملل يتسرب إلى علاقتك الأمور المهنية تتحرك بسرعة هائلة وأنت عالق في الزوبعة انتبه وإحذر وخذ بالك شريكك لا يزال على الشاطئ في انتظارك مهنيا هذا موسم جاف لتزدهر فيه الأعمال لذا يمكنك الاستثمار في الوقت في تحسين شخصيتك أنت شخص ناشط وستستمر خدمة العملاء الجيدة التي قدمتها سابقا في جلب العملاء لك مرة لا تحصى أنت بسيط وسلس في اختيارك وبالتالي فإن نفقاتك كالمعتاد تحت السيطرة صحيا عليك أن تدرك أن عافية العقل ضرورية وأن السعي لتحقيق أهداف اللياقة البدنية فقط من المرجح أن يتركك في حالة من عدم الرضا ومع ذلك فأنت تقود جسمك أكثر وبحسن عن الشعور بالعافية بدلا من ذلك جرب بعض التمارين التنفسية وأساليب الاسترخاء سوف يساعدونك أيضا في التعامل مع مشاكل قلة أنه من اللي أنت كنت تواجهها مؤخرا توقعات برج الدلو للرجل بالطبع لا يوجد إنسان كامل الأوصاف وأنت تحمل الكثير من الصفات الحسنة لكن لا بد أن تسعى لتطوير نفسك طوال الوقت وأن تكون هناك خطط لتجعل من نفسك إنسانا أفضل يوما هادئ وروتيني توقعات برج الدلو للمرأة الصبر سفة مستحسنة للغاية وهي الحل الأكبر لمشاكلك اليوم برجك اليومي ينصحك بالسيطرة على الأمور وعلى نفسك عطفيا تستطيعين تحقيق الكثير من اليوم فقط بالتركيز على ما ترغمين وسيكون لديك وقت توقعات العلامة الأولى موليد 20 يناير إلى 30 يناير يلعب القدر لعبته معك وستجد نفسك أمام موقف لن تكن تتوقعه تماما لكن لا تبالي بذلك إذا كان باستطاعتنا توقع كل شيء ستغيب عن ملزات الحياة إذن لا تناهي حظك ولا تشعر بالأسف لمصيرك بل على العكس كن يقزا فالحياة تخبئ دائما مفاجآت سعيدة توقعات العلامة الثانية موليد 31 يناير إلى 9 فبراير بسبب الظروف المتغيرة يبدو أن هدفك خارج عن السيطرة من جديد لا يجب أن ينتابك اليأس والإحباط ابدأ بإعادة التفكير في الموقف متماعون قد يكون مجرد انطباع ويمكن جعل الخسارة في أضيق الحدود باتخاذ الإجراءات المناسبة إذ لم يكن هذا هو الوضع فتذكر أن مخطط الرحلة غايتك في حد ذاته توقعات العلامة الثالثة موليد 10 فبراير إلى 18 فبراير تتزايد المشاكل التي تصادفها في مصارك ولذلك احرص على عدم نفاذ مواردك البدنية والنفسية تأنى في تحديد المشاكل التي تمثل حقا إعاقى في مصارك وتستحق التفكير فيها وتكريس طاقتك في مواجهتها وفي هذا الشأن أن إساءة استخدام تقدير الأشياء يؤدي بكل سهولة إلى مشاكل صحية